طيب مبدئيا كده لو في عشرة بيتفرجوا علي ففي سبعة اشتكوا من جودة الصوت وقالوا انت صوتك وطي قوي طبعا بعيدة عن انا رقيقة وكده بصوت جوتي في الحقيقة بس انا كان صوت جوتي جدا فانا اشتريت موالك الحمدلله علشان ازبط من نفسي وما دقيقش حد فقالولي برضو هي الجود ده فرقت ولا ما فرقتش يعني فاهمين يلا بينا طيب ازاي اكوا عاملين ايه مع قصر سايد فيديو نهارده بتكلم معا مشتريات شيئن المرة دي والله المشتريت انا مشتريتها مشتريات غريبة جدا يعني كنت شارية طاقم عشان احضر بالعيد لقيته شتوي فبالفعل هوا بتشايل كنت شارية حاجة تانية كده حاجة غريبة بصراحة يعجبتني بس انا مش عارفة انا هلبسها ازاي بس يعني قلت اشاريتكم بالحاجات انا اشتريتها عشان اخر شروة في شيئن دي مش عارفة بصراحة هي عبارة يعني مش عارفة يلا بيرا نشوف كده مع بعض المسخرة اللي انا جبتها طيب مبدئيا كده اول حاجة انا اشتريتها هي دي الحاجة اللي ورايا دي ده بقى عبارة عن ايه يا سارة هقولك اهو عبارة عن نضارة شمس النضارة دي عجبتني تفاصيلها عجبتني يعني حاسيت ان هي ايه ده تفاصيل كده انا بقى مش عارفة مش عارفة اي رايقة عليا او مش رايقة عليا ولو رايقة عليا فهو اهطر انا اربس عليها لبس مش مش اللبس العادي بتاعنا بقى انا بقى لا ننزل بترينج والبس عشان كده هبقى شكل عاملة زي المتخلفين او المجمونة لازم البس عليها حاجات تليق عليها يعني حاجات بقى ايه عارفين انتو ستايل بقى لو البس بقى حاجات من الهبهرجة وحاجات كده فيها الوان كتير هو مفوضة لنلبس كده مصيف هي عايزة مصيف كده بننزل بها بالبحر وانا قلت بهرجة فالاغنية جات على الموضوع على تون سبحان الله بيحيين الروك المهم بقى ان انا جبتها هي عجبتني تفاصيلها انا اصلا بحب الحاجات اللي هي الفنية دي قوي عشان انسان فنان فبصراحة مش عارفة هلبسها ازاي وش عارفة انزل بها امتى وانا زي ما قلتلكو هي محتاجة بحر ومصيف وكده علشان الدمية تبقى ماشية تمامية بعد كده بوقي بعد كده بقى اشتريت الجيبه دي اول مرة اشتري جيبه بالياسين من عندهم اشتريت قبل كده جيبه عادية بصوا بقى يا جماعة الجيبه دي اول ما اشتريتها انا كنت شايفها في الموقع ستين بس هي فعلا مطلعتش ستين هي تلعت وماشى كده عارفين انتو وماشى اللي هو بتاع عجاب المدرس بس بعد ده خفيف فانا وقى ايه طول ما انا قبل من القردر يجيلي خايف ان هي توصلي جيبه كاني في سانوية عامة حاسة ان انا هرجع خمساشر سانه الورى وكاني دخلة لسه سانوية عامة كنت بقى مرعوبة بقى او انا يعني انا وانا باخترها كنت معجبة بها او يبقى كده بقى ايه طبعا هوا الوردر بيدره في خلال شهر فانا في خلال شهر ده بقى ايه عادت افكر بقول يا نهر ابيض انا لقيتها كحلي كحلي ده لون مدرسة ودقيت بقى او عرفيت خنقت بقى بقول ايه ما كنت لبس رجو بيت مدرسة بقى القديمة و محمد رمضان بس كما عد من هنا المهم بقى اللي حصل ان انا بعد ما استلمتها لقيتها فيها لمعة بسيطة كده يعني القماش هو ما فيش لمعة والقماش تحس بكده ما عرفش بقى وبعد ما تغسل هيتفي ولا ايه ولقتها طويلة قوي بس هي مأس الوسطي بتاعي بس هي طويلة فانا هاضطر ان انا اعمل الاستيك كده مرتين كده علشان الدنيا تثبت معي وكان جاي معها حزام الحزام ده ماشي اه حزام اسود عادي شكل حلو يعني بس انا لسه ما فكتهوش لان انا قلتلكو ان انا مربستش الحاجة لسه فانا معرفش الدنيا ماشي معاها ازاي ده بقى اه لقيتها مش شكل مدرسة لما انا ربستها لقى شكل كاني مش راحة مدرسة يعني انا اه يعني طبعا اه انا مجيتها البسها على الطعم بقى حزيت اللي لا مش شكل مدرسة اكيد مش واحدها تروح لمدرسة لبشو شبها بليسي كتيرة كده وبتاع فيها شغل برضو فلا ما لقيتهاش جيبت مدرسة انا حزيتش انا رايحة لسه مدرسة القديمة مرة تانية فيعني فرحت شوية بس هي طويلة قوي فانا هتنيها فلو انتي طولك يقل عن مية وستين سنتي ما تجيبهيش عشان اه يعني انا طولي مية تسعة وستين سنتي وطلع الطويلة قوي علي ممكن بقى وديها للتارزة وبتاع فانا مش عارف لسه هعمل ايه بعد كده بقى اشتريت سويتشرت ده عليها عسان هلبسه على الجيبة اللي انا هلبسها هارفين تلوستيلات دي فما اسطلع مزبوط وكل حاجة بس لقيته شتوي فهضطل انا شيري الطقم بقى كله للشتة وهلبسه في الشتة تمام؟ هو ده بقى مشتريتش ان المرات دي ما اجيبتش حيات كتير كويس الحمد لله عشان انا ما بعزقش في فلوسي بس و مش عارف اقول ايه تاني انا قلت اشارككو بالمشتريات بس في حاجة هتكلم فيها بخصوص الشي ان عشان فيه فيديو هحطه للكو برضو جابل نسبة مشاهدة عالية الحمد لله ان هي ازاي بشتري من شي ان نحسن الموبايل معبول ازاي بشتري من شي ان بدون جمالك وساعات بطفع يعني ممكن القطع القطع تكون مثلا بثلاثين ريال بزود كمية ريال وساعات ما بطفعش حاجة هاي ساعة البنت بتبقى عاملة عروض فاهمين؟ انا اتعاملت مع اثنين مع جروبين مختلفين ماشي؟ وحطتهم قبل كده فانا ما عنديش حد معين برضو اتعامل معاه غير اليتين دول هم تعاملاتهم كويسة ومحترمين ولو في حاجة غلط في الحاجة بترجع هو بيبقى مفيش حاجة يعني مفيش حاجة غلط بس هو لو فيه غلط بترجع عشان هي بتبقى شاية المسئولية من اولها الاخيرها وبتقولك مثلا الحاجة هتيجي يوم كزا فهي بتبقى عارفة وما بتغليش عشان فيه حرامية كتير زي ما انا قلت فيه ناس كتيرها بتغلي يعني كتيرها ستين سبعين جنيه امية جنيه مش فهمة ليه بصراحة على الانستة بقى حاجة فضيعة يعني فيه ناس كما ما اعلننا قبل كده على جروب مش هقول اسمه عشان ما ما قطعش هي رزق احد انا دخلت بالصدفة اتفرق بقى وكده انا لقيت ان هي بتضيف مثلا ان البنطوم بمية وخمسين هي بتضيف مية وخمسين من البنطوم بتبقى تلتمية جنيه فهو انت بتعميلي ايه يعني ما اي حمد زعليش مني وانا اصلا ليه باشتري من شي ان انا باشتري من شي ان عشان شي ان اسعاره ارخص من مصر يعني انا مسلا جبت جيبة بليسي من دي مسلا بكلفين متون وخمسين فانا هاشتريها بنفس الجودة شفتها في وسط البالكت بثلتمية وخمسين جنيه فانا كده بغفرت مية جنيه ساعت بيجيب تشيرتات التشيرت بيبقى مية جنيه لو هاشتريه في مصر هتلاقيه مثلا بثلتمية لان هو ما بيتبعش بقى الأوفرسايز والكلام ده انا ما بلقهوش غير في بريشكا وبولاند بير ومحلات دي فالمحلات دي بيبقى غالية اصلا اكيد مش بنفس الجودة يعني يعني اكيد شي ان مش بنفس الجودة بتاعتهم مية في المية شي ان فيها جودات وحشة اوي وفيها جودات عالية اوي فاحنا لازم نشوفي برضو الرفيوهات بتاعت الناس اللي ناس عاد بيبقى اعجبني حاجات في رخص الاقي الحاجة او مشيتها وحشة يعني كانك لابسة مشمعة مثلا او لابس حاجة مش هتتت يعني تلبسها الناس هتتتحك عليك وانت ماشا في الشارع فاحنا لازم نشوفي الرفيوهات لان احنا انا مش واسكة في شي ان مليون في المية في حاجة دي انا باشتريها بلقيها بايزة انا جبت الجيبة انا مش هارف راحت فين استنى اجيبها لكم فاكرين الجيبة دي الجيبة دي انا اشترتها وكنت موجبه بيها اوي انا لبستها لابسة واحدة لابسة واحدة بجد وما تبهدلتش فيها بصو حصل ايه في الدل شايفين حصل ايه؟ الجيبة بوازت من اللابسة واحدة انا عرفتك انا زعلت عشان انا كنت حابة الجيبة دي هي الجيبة بوازت مش فاهمة من ايه انا بقول ولا مشت في شارع ولا لبست حاجة بتشوق من تحت يعني البوت مسلا ما ما فيوش بقى اللي هو اللي بتاع اللي بيلزق ده ما عمشت السكتش داي ولا اسمه ايه مفيش حاجة تقزي الجيبة انا فجأة وانا بقلعها بقى بالليل وطبقها عشان احافز عليها انا ليتها من المنظر ده مش اكت المقص بقى عطى قصت القصائص الفتل اللي نتلعت دي واستغربت فهي مش كل يعني انا من الاول والاخر حاجة بيني وبين ربنا انا ببشتريش من شيئن علشان شيئن انا بشتري من شيئن علشان هي اسعارة رخيصة وهو يعني ساعات بحتاج لحاجات بلقيها عنده وفي حاجات بتبقى جودتها حلوة قوي وفي حاجات جودتها وحشة في احنا لازم نشوف الرفيوهات بتاعت الناس علشان هم دول الحقيقة بس ده اللي انا كنت عايز اقوله وعايز اقول انا بعملش اعلانات لا اي حد انا محدش يعرفني اصلا والله محد يعرفني انهائي يعني انا بعمل الفيوهات كده بتكلم كده مع نفسي يعني الناس اللي بتستفاد بحمد ربنا ان الناس بتستفاد وصاحبة الجروب اللي انا بعلن عنها دي انا مش واخد منها خمسين قرش حتى ولا بترخصتي في سعر الحاجة اللي انا باخدها منها وبتعاملني كاي عميلة تانية انا بس ممكن اكون بساعدها ان هي اه يعني مصدر رز ان هي الناس تروح لها وانا في نفس الوقت انا واسكة في فيها فلو بتبقى انا همزة وصلي بس لبين العميل وبينها يعني العميل برضو ساعات بيقع في ناس نصابة فهي مش نصابة نهائية نهائيا هي انسانة محترمة وتعاملاتها كويسة وهدية يعني هتلاقوها ان هي هدية وساعات بيتنسب عليها كتير من الناس يعني ممكن لقى حد يطلب منها بص يا جميع انا ما بطلب من حد لو والله لو على الابت لازم استلموها حطة للوردر معجبنيش من اي بقى جروب او اي حاجة لازم استلم والموضوع خلص لان انا طلبته وهي مرهاش تزنب في اي حاجة هي دود بتوصل بس حاجات شي ان بغير جمالة لينا هي مش صاح بتقول شي ان ولا هي مشاركة معها ولا اي حاجة لازم فبرضو ولا اي ناس ساعات بتغلط في الناس تعطولين تير حاجة وحشة مش حاجة هي منازم باصلة هي عبارة عن همزة وصل بتحمينا من الجمالة بس اللي هي بتخلينا نجيب الحاجة بس يواجر حلو بدلا من الزبت يعني بس انا كده الفيديو بتاعي الخيوز مش هنغي كتير وطابعني الفيديوهات الجاية وبصوا انا حاسة ان الفيديوهات انا بعملها دي هتكترني من عدة المشاهدين للمشتركين لان انا عدة الاشتراكات عندي يعني مش عايزة فضائع بقى وليل شويتين كده فانا حاسة ان ان شاء الله يعني انتو اللي ما عملش الاشتراك هيعمل الاشتراك وتابعني في فيديوهات الجاية ولو اي حد عنده اي يسألي اكتبولي انا برد على التعليقات بازن الله هرد عليها لو مردتش يعرفوا ان التعليق مظاهر ليش فانا بخش دور على القناة شوف ايه اللي التعليقات اللي الكتب انا مردتش عليها فساعدتها برد عليها فانا اتأخرت عليك شوية ما تقوليش ما تقوليش انا مش رد عليك انا هرد عليك بس هي ساعات اللي ما بيجيليش اشعارات ان في حد اصلا كتاب لي حاجة بس يلا باي باي